بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يواف النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شاهدة مبرات من الشك والتهم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم على آل وأصحاب وأزواق وزريته وأمته أفضل أمم أهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المجربة مستعينين بالله سبحانه وتعالى ثم بكتابه العظيم القرآن الكريم وبأسماءه الحسن العظيم إذا قضر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة الكريمة فضلا وليس أمرا أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وكمنت وليك وشير ليسألك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله تعالى وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد فإلى فائدة اليوم نبدأ على بركة الله بسم الله توكلنا على الله عنوان فيديتنا إن شاء الله النهاردة هي كالآتي سارع وضع يدك على على رأسك وفكر وفكر في ما تريد وقل هذه الكلمة سبع مرات ستحقق أمنياتك فورا طبعا بإذن الله تعالى عشان يبقى كلامنا واضح مفيش حاجة بتتم إلا بإذن الله خطوات عمل هذه الفائدة المباركة كالآتي أولا إخراج صدقاء بقدر ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعه على أدثاتك ثم صلاة ركعتين لله تعالى بعد منتصف الليل يعني تقريبا بعد الساعة 12 ليلا في أي يوم تشاء وأنت في مكان هادئ لوحدك بدون علم أحد بما تفعله ما حدش يعرف أنت بتعمل إيه شر بينك ومن ربنا سبحانه وتعالى ثم الاستغفار بهذه الصيغة أستغفر الله العلي العظيم الحي القيوم لظلمي وجرمي وأتوب إليه كم مرة يا أبو محمد سبع مرات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة اللهم صلي وسلم وبارك على من سميته برهانا صحيحا وشريفا محمد رسول الله كم مرة يا أبو محمد سبع مرات ثم ضع يدك اليمنى على رأسك وحدد هدفك أمنيتك اللي أنت عايزها أمام عينك الأمنية اللي أنت بتردها حددها قدام عينك تخيلها قدامك اللي تتمنى من محبة من قبول من قضاء مصالح من تيسير زواج من تيسير رزق إلى آخره وتردد ما تريده سبع مرات عايز زواج قول زواج زواج سبع مرات قبول كذا قضاء مصالح كذا رزق يبقى رزق رزق اللي أنت عايزه قلها سبع مرات ثم ذكر اسم الله يا جامع بياء النداء سبع مرات ثم قراءت هذين هاتين الآيتين الشارفتين سبع مرات سبع مرات هما بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هما الآيتين الكريمتين آية رقم تلاتين وواحد وتلاتين من سورة النم سبع مرات سبع مرات ثم هذا الدعاء المبارك القصير سبع مرات سبع مرات يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع شملي على خير واجعل أمري هذا سهلا ويسرا يا من تقدر على كل شيء يا زالجلال والإكرام يا جامع الخير اجمع لي خير الدنيا والآخرة ويسر لي أمري هذا اذكر أمرك اللي أنت عايزه اللي أنت تريده الأمنية بتاعتك وافتح لي أبواب رزقك الواسع يا كريم يا رحيم يا جامع القلوب يا جامع القلوب وجامع قلوب المؤمنين اجمع قلوبنا على طاعتك ورضاك واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم توكلوا على الله واغتنموا وعملوا بهذه الفائدة الكريمة المباركة لتحقيق أمنياتكم إن شاء الله رب العالمين ورغبتكم بإذن الله رب العالمين وأكرر بحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة التواصل معي على الوطس للتشف والعلاج الروحاني فقط وليس للتعارف والدردسة من عشر صباحا إلى تمانية مساء يوميا معدى الجمعة وفي أمن الله وحفظه ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته